متى 23 وعدها خطب يسوح في الشعب وفي تلميزه وقال على كرث موسى قعد الكتب والفرسيين فكل اللي يقولوا لكوا تحفظوا عليه يبقى حفظوا عليه وعملوه ولكن على حسب أعمالهم ما تعملوش لأنه بيقولوا ولا يعملوش عشان هما بيحزموا أحمال تقيلة صعبة تتشال ويحطوها على كتاف الناس وهم مش عايزين يحركوها باسبحهم وكل أعمالهم بيعملوها عشان الناس تشوفهم فيعراضوا عمامة الراس بتاعتهم ويفخموا أطراف الطب بتاحهم ويحبوا مكان القعاد الأولاني في العزيم والكراسي الأولاني في المجامع والسلامات في الأسواق وأن الناس تنادي عليهم سيدي بأمنتو فما تتندوه السيدي لأن معلمك واحد هو المسيح وإنتو كلكو أخوات ولتسملكوش أب على الأرض لأن أبوك واحد اللي في السماء ولتسموش معلمين لأن معلمك واحد هو المسيح وأكبركو يبقى خادم لكو لأن اللي يرفع نفسه بينزل وليحط نفسه بيعلى لكن يويلقوا يا كتبوا ويفرسيين يا منفقين لأنكو بتقفلوا مملكة السماء قدام الناس كلا أنتو بتدخلوا ولا بتسيبوا اللي دخلين يدخلوا لأجلما تكسابوا واحد يدخل لأجلما تكسابوا واحد يدخل لأجلما تقفلوا ولما يحصل ولم يحصل لأجلما تكسابوا تخلوا ابن جوهنم أكتر منكم أدعاف You make him twice as much a child of hell as yourselves. يا ويلك يا قارى يا عمي يا اللي بتقوله Woe to you blind guides who say اللي يحلب بالهيكل اللي يبقى ولا حاجة If anyone swears by the temple it is nothing. ولكن اللي يحلب بالهيكل يلتزم But if anyone swears by the gold of the temple he is bound by his oath يا جهلا عمي You blind fools انهي اعظم الدهب ولا الهيكل اللي بيخلي الدهب مقدس For which is greater the gold or the temple that has made the gold sacred? For which is greater the gold or the temple that has made the gold sacred? ولي يحلب بالمسبح يبقى ولا حاجة And you say If anyone swears by the altar it is nothing And you say If anyone swears by the altar it is nothing ولكن اللي يحلب بالأربان اللي عليه يلتزم But if anyone swears by the gift that is on the altar he is bound by his oath يا جهلا عمي You blind men انهي اعظم القربان ولا المذبح اللي بيخلي القربان مقدس For which is greater the gift or the altar that makes the gift sacred? لان اللي يحلب بالمذبح يبقى حلب بيه وبكل اللي عليه So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it اللي حلب بالهيكل يبقى حلب بيه وباللي ساكن فيه And whoever swears by the temple swears by it and by him who dwells in it And whoever swears by the temple swears by it and by him who dwells in it واللي حلب بالسماء يبقى حلب بعرش الله وباللي قاعد عليه And whoever swears by heaven swears by the throne of god and by him who sits upon it And whoever swears by heaven swears by the throne of god and by him who sits upon it يا ويلكوا يا كتبوا يا فرسيين يا منفقين Oh to you scribes and pharisees hypocrites Oh to you scribes and pharisees hypocrites لانculjas بتعشروا النعناع والشبت والكمون Speaker 2 For you tithe mint and bill and cumin For you tithe mint and bill and cumin وثبتوا أهم اللي في الشريعة الحق و الرحمة و الإيمان كمفروض تعملوا دي ولا تسبوش دكها يا قاد يا عمي يلي بيصفوا مالبعوضة ويبلعوا بجمل يا ولقوا يا كتبوا يا فرزيين يا منفقين لانكوا بتنظفوا بره الكاس والطبق وهم من جوة مليانين خطفوا ودعارة يا فرزي يا عمي نظف الاول جوة الكاس والطبق عشان يبقى لبراهم كمن طاهر يا ويلكوا يا كتبوا يا فرزيين يا منفقين لانكوا بتشبهوا قبور متضيادة تبان من برا جميلة وهي من جوة مليانة عظم ميتين وكل نجاسة أهو انتوا كده كمان من برا جبانو للناس الحين ولكنكم من جوة مشحونين نفاق وخطيئة لانكوا بتبنوا قبور الأنبياء وتزينوا مدافن الناس الصلحة وتقولوا لو كنا في أيام أبهاتنا ما كناش شركناهم في دم الأنبياء قد انتوا بتشهدوا على نفسكم أنك ولاد اللي قتلوا الأنبياء فاهم لونتوا ميزان أبهاتكو يا حيات ولاد التعبين إزاي تهربوا من حكم جوهنم عشان كده أديني ببعت لكو أنبياء وحكمة وكتبة فمنهم تقتلوا وتسلبوا ومنهم تجلدوا في مجامعكو وتتردوا من مدينة المدينة عشان يجي عليكو كل دم ذاكي تكب على الأرض من دم هبيل الصالح لدم زكريا بن بارخيا اللي قتلتوه بين الهيكل والمسبح الحق بقولكو إن دا كله حييجي على الجيل دا truly I say to you all these things will come upon this generation truly I say to you all these things will come upon this generation يا أرشالييم يا أرشالييم يقتلت الأنبياء واللي بترجم اللي ببعتولها the city that kills the prophets and stones those who are sent to it the city that kills the prophets and stones those who are sent to it كم مرة حبيت أجمع ولادك how often would I have gathered your children together how often would I have gathered your children together زي ما بتجمع التارخة جتكتها تحت جنحتها وما حبيتوش as a hen gathers her brood under her wings and she would not as a hen gathers her brood under her wings and she would not أهو بيتكو حيتثاب لكو خرابة see your house is left to you desolate see your house is left to you desolate لأني بقول لكو إنكو مش هتشوفوني من دلوقتي for I tell you you will not see me again for I tell you you will not see me again لحد ما تقوله مبارك اللي جاي باسم الرب until you say blessed is he who comes in the name of the Lord until you say blessed is he who comes in the name of the Lord